موسيقى خلال اجتماعه مع وزير التنمية المحلية ووزير الإسكان وعدد من المسؤولين جدد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي التأكيد على تعامل كافة أجهزة الدولة بحزم وحسمة مع أي حالة تعد جديدة على الأراضي مشيرا إلى الجهود المفذولة من جانب الجهات المعنية بالتعامل مع ملف التصالح في مخالفات البناء وما تم إقراره في هذا الشأن من تيسيرات وتسهيلات للمواطنين الراغبين في إتمام عمليات التصالح هذا وقد وصل عدد الطلبات المقدمة من المواطنين إلى مليونين وثمانمائة ألف طلب منها مليون وستمائة ألف طلب في الريفة حيث بدأت أعمال فحص الطلبات واستكمال المستنادات وفقا للقانون عن طريق لجنة فنية مشكلة برئاسة مهندس استشارية وعضوية اثنين من المهندسين ترشحهم نقابة المهندسين بالإضافة إلى ضابط حماية مدنية للتأكد من السلامة ضد أخطار الحريقة وتوفر اشتراطات الأمن والسلامة وفي نفس الإطار جار الانتهاء من إعداد تعديلات تشريعية مقترحة على قانون التصالح في مخالفات البناء بالتعاون والتنسيق مع وزارتي الإسكان والعدل حيث ستضمن معالجة للمشكلات التي واجهت تطبيق القانون الحالية وذلك بما يسهم في إتمام أعمال تقنين أوضاع المباني المخالفة ويضمن عدم تكرار هذه المخالفات وأكد رئيس الوزراء في هذا الصدد أهمية سرعة الانتهاء من تلك التعديلات لاتخاذ الإجراءات الخاصة بإخرارها بحيث ستشمل الحالات التي لم تتمكن من التقدم للتصالح حتى الموعد الذي كان محددا بالقانون هذا إلى جانب الحالات التي لم يشملها القانون الحالية أهلا بكم جديد مشاهدينا زي ما تابعنا في التقرير وزي ما أعلنت الحكومة أعلن المسؤولين عدد الطلبات التي تقدم بها المواطنين للتصالح في مخالفات البناء بلغت حوالي 2.2 مليون أو 800 ألف طلب للتصالح منهم بس في الريف المصري حوالي 1.600 ألف طلب للتصالح هنتكلم أكتر حول عملية تقنين الأوضاع وتقنين مخالفات البناء في مناطق مصر المختلفة وأيضا اللجان اللي بتعمل على عمليات التقنين مع ضفنا الكريم في هذا الصباح النهاردة دكتور مدحة الصالح أستاذ الإدارة والتنمية المستدامة دكتور مدحة صباح الخير أهلا بسي تحية واحترام لحضرتك والأهل مسبيل زي ما أعلنت الحكومة عدد الطلبات المقدمة من قبل المواطنين 2.800.000 طلب منهم بس في الريف حوالي 1.600.000 طلب للتصالح أو تقنين الأوضاع دلالة الرقم ده من وجهة نظر حضرتك طبعا خصوصا بعد اللبس والحصل في بداية الموضوع بعد تكرار التحية لحضرتك أستاذ شهاب والأهل مسبيل وجميعا حسنا فعلت الحكومة في المظر بجدية إلى تعديل هذا القانون الخاص بمخالفات البناء الرقم عشان أكون أجاوب على سؤال حضرتك رقم قد يكون إيجاد وقد يتزايد في الفترات القادمة بعد تعديلات القانون إلا لماذا لكن لماذا حسنا فعلت الحكومة هي استشعرت ضرر المواطن الذي تقدم بالفعل لطلب التصالح والذي ينتظر التقدم لهذا هناك في لجنة الإدارة المحلية ولجنة الإسكان بمجلس النواب حاليا يعقفون على دراسة جادة مع وارد مجتمعي جادة مع كل أطراف أطراف هذا القانون أو المتعلقين به منذ القانون صدر بداية 2019 عدل في 2020 وها هو يعد للتعديل مرة أخرى أشيدهما بالقيادة السياسية الحكيمة التي استشعرت ضرر وقع أو لاحق ببعض المواطنين تأخر في إصدار القرارات والتوصيات الخاصة بالمباني وما إلى ذلك إساءة استخدام الموظف العام لسلطاته في تطبيق هذا القانون وهو أمر كأستاذ خبير أكاديمي الإدارة والتنمية المستدامة لا تبغاه الحكومة ولم تريده ولم تطلبه منه تم تشاهد حضرتك في أحد المواقع بنايتين أحدهما تبقى كما هي والأخرى تضمر في هذا وهذا 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 القانون يحاول معالجة هذه الأمور وهو ما أؤكد الحكومة لم تطلب منه هذا والموظف العام هو سفير الحكومة يا أستاذ شهاب سفير للحكومة ممثلا لها حينما يتعامل بهذا التعصف وبهذه الطريقة ظن منه أنه يطبق القانون قد لا أتفق معه في ذلك فهو يسيء إلى حكومتنا الرشيدة التي تتصف خلال هذه الفترة بما قد أطلق عليه الحكم الرشيد حينما ذهب السيد الرئيس إلى عزبة الهجانة هو لم يذهب لهدمها بل ذهب لتوسيع هذا رأيت هذا على منبرنا مسبير العيون هو في كافة القنوات المصرية والعربية الرئيس ذهب ليقول لماذا لا يوسع هذا الشارع كي تستطيع سيارة الإطفاء لقدر الله الدخول أو سيارة الإسعاف ويعطى بديل لهذا ولذلك ذهب للحل لم يذهب للهد وهذه أساسيات الحكم الرشيد والتنمية المستدامة الحقيقية لذلك أناشد الموظف العام وسلطات التنفيذ حينما تقدم على التنفيذ لا تجعل المواطن في وجه الحكومة فالحكومة لست متحدث بإسمها طبعا لكنها لا تريد هذا طيب دكتور ميتحة هل تعتقد أن رقم المعلن من الحكومة بحوالي 2 مليون و800 ألف طلب للتصالح هل نقدر نقول الغالبية المخالفين هم من تقدم ولا ما زال في عدد كبير أيضا لم يتقدم للتصالح في مخالفات البناء الكثير تقدم ولكن الدراسات الحالية بعد ظهور فوارت أن القانون سيجرى عليه التعديل صار حوار مجتمعي داخلي كموجات بحرية أو نهرية تتحرك وتتحركت المياه الركض هذا ما أصفر عن أن البعض يصارعان الآخر طرفين يصارعان بعضهم البعض البعض يقول لقد سبق لنا أن تقدمنا للتصالح منذ عامين ودفعنا ما قيمته 25% من الغرامة المقتلخة من الرسمة أو الغرامة أو ما إلى ذلك ورغم مرور هذه الفترة لم يبت إلا في البعض وما إلى ذلك ولم نجد الحلول والبعض الآخر يرى في ذلك أنه قد فوت على نفسه الفرصة حينما لم يقدم المرة السابقة وهو يشرع الآن بعد ما لم إليه أن الحكومة كجهاز تنفيذي بالقيادة السياسية بمجلس النواب بالاقتراحات المقدمة والتي تدرس في لجنة الإدارة المحلية ولجنة الإسكان والاهتمام الغير عادي لتعديل القانون بما يحقق العدالة والاتزان مثلما يدعون عليه مواجهة التكلفة بالعاية هنا بدأ البعض يتحرك تجاهه ولكنه يترقب عن أمل قريب أن تصدر الحكومة التعديلات الخاصة بإزالة الدور الزائد كما يقولون بقبول من لم يتقدم في المرة السابقة باقتراح مدة زمنية من لحظة السداد إلى لحظة وهناك من حاورتهم كرجل باحث أسعى إلى بعض النقاط التي قد تشير الخلاف البعض يقول لماذا فرد المكاتب الهندسية على مواطن قد يكون كل تكلفة منزله أو كل مخالفته طئيلة المبالغ ومحددة الأمور هم ينشدون في التعديل القادم والذي يحدث لسالس مرة وهو ما يجعلني حضرتك شايف كثرة أو تعدد التعديلات في فترات زمنية خصيرة دي شيء إيجابي ولا شيء؟ والله يا أستاذ شهاب يمين غير حانس فيه أنا شايفها إيجابي البعض يقول أن هذا دليل لا 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 نحن في مصرنا الحبيبة عقب ما حدث في 2011 ومات لها حدث ارتجاج في مصرنا وثلاث سنوات وحكم وهذا إلى أن بدأ الاستقرار وبدأنا نواجه تبعاتنا ومن الجدير بالذكر أن مصرنا الحبيبة لو هذا قدر 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 إلهي لو لم نتعرض لجائحة كورونا وما أن نستفيق منها إلا وتحدث الأزمة الروسية الأوكرانية لكان لنا طريق آخر وكان وضعنا أفضل لكن الإيجابية هب موجودة فيه الإيجابية أن أنا لما بشوف أني فيه قانون قد يكون يحتاج إلى أنا لن أقول أنه معي ولكنني أناشد المشرع أن يأخذ بعين الاعتبار لكل هذه الأمور وأن النتائج هذا الحوار المجتمعي وكل هذه الشاكل الإيجابية تكمن فيه بأسا أن الحكومة لم تقابر 2019 بدأنا 2020 عدنا أعتقد بالقانون رقم واحد ل2020 وهنا نحن الآن نجري التعديل وقد يكون إن شاء الله الأخير القوانين التي تتصف بالمرونة والقرارات التي تتصف بالمرونة هي حكمة سياسية تساهم في حسن إدارة الدعم دكتور متحة الكثير خصوصا في القرى أو حتى في المدن بالذك في القرى يسألوا الكردولي الجديد للمباني سيبتدي أمتى أو هيظهر أمتى أو الناس سيبتدي يعني يرجع الحق في البناء اللي هو متوقف عندهم أمتى يرجع خصوصا أن الكثير برضو بيترقب هذا الأمر نعم هم يترقبون هذا بالفعل وسمعته منهم ومن هذا ومن ذا يتقربون ونأمل أن يكون هذا القانون جامع مانعه مستوفي لكل هذه الأمور لست رجلا قانونيا ولكنني أتعرض في عملي اقتصاد إدارة علوم سياسي للقوانين الدولية والقوانين الإقليمية دائما ما يصيب ما يسود القانون الذي يتصف بالعدالة ويتصف باستفاء القانون لكنه لم يخلو قانون صدر في العالم أعتقد هذا ألست قانونين ولكنني أعتقد أنه لم يخلو قانون من الانتقاد لكن الانتقاد بيظهر بعد الممارسة القانون لفترة بيظهر في بعض الثغرات أو العيوب أو النقاط الخلل والضعف اللي بتستدهي السلطة التشرعية للتعديل أو لسد هذه الثغرات نعم وهذلك ومن يكابر سواء كانت سلطة تنفيذية تشرعية لكن أنا دستمه جاملا لحكومتنا أصفهم بالحكمة حينما نستمع لهذه الشكاوى وهذه الأمور ونقر بأنها تحتاج التعديل ويعرض على الشورى والنواب واللجان المتخصصة والحوار المجتمعي وما إلى ذلك هذه خطوة في الطريق الصحيح وقد تهدئ من ثورة البعض الذي سدد وحتى الآن حصل على الاستمارة رقم ثلاثة كما يدعونها أو ما إلى ذلك أو النموذج رقم ثلاثة وينتظر قراره لدفع الباقي خاصة أن هناك البعض يغمز ويهنز أو سعنا غمزا ولمزا وهمزا بأنكم كنتم بتحصيد المليارات وهي في البنوك الحكومية وإلى الألم لا نحن لسنا كده لسنا حكومتنا بهذا المرض وأهمس في أذن السيد الرئيس والحكومة وأناشد منظومة الحكم الرشيد الموجودة في مصرنا الحبيبة منشاطة صغيرة خاصة أنه يا أستاذ شهاب لم يعط في مصرنا الحبيبة الآن بريمو كامانجا هذا الرجل الذي يعزف منفردا لم يعط هناك أداء أركريسترالي له قائد وله منظومة وما إلى ذلك هي التي تسمع لي بهذا الاقتراح أو الهمسة هناك من تضرر بالفعل وهناك من صدر ضده حكمه ونفز ودمر هذا المنزل ولم يدمر من بجواره ومن بخلفه أرجو أن ننظر بعين الاعتبار إلى هؤلاء فهم في الأول والآخر هم مصريون القانون له صفة التعديلات الحالية ألمح فيها الروح الاجتماعية أو البعد الاجتماعي الذي هو أيضا من أحد أهم أبعاد التنمية المستدامة التي تنشدها مصرنا الحبيبة طيب واحد من الاشتراطات الجديدة للبناء هو وضع شروط خاصة بكل محافظة تميز الطابع الخاص لكل محافظة إحنا لو شفنا مثلا على مدار المئة سنة الأخيرة هنلاقي مثلا القرى المصرية في كثير منها في بنيانها متشابه إلى درجة كبيرة أو في بعض الأحيان متطابقة برضو عمليات التحول والتحول من البناء بالطوب اللبن إلى الحضارة هنجد برضو الطبيعة أو الشكل ربما متقارب في المحافظات المختلفة سواء الصعيد أو بحري أو حتى بعض القرى في المحافظات السحلية إلى أي مدى هناك واقعية لتنفيذ هذا الشرط لتمييز كل محافظة في البنيان من وجهة نظرك طبعا هي قد تكون واقعية وجدية إلى حد كبير حينما نزور المدن في الخارج هنا وهنالك تتصف المباني بسمة معينة وشكل معين نحن المصريون نحن البناءون نحن المعمرون نحن 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 علينا أن يكون لنا نموذج حينما أو لا كل هذا النموذج البعض يفتخر بنموذج آخر من هذا تولكي وهذا عثماني وهذا ألباني لا 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 علينا أن نعود رحمة الله عليه المهندس الشهير مصطفى فتحي عالم مصري أحدث نموذجا للبناء البيئي يصلح للعالم أجمع وأخطوه في أمريكا وتوروه وعملوه عمر فتحي عفوا أو كده أنا آسف لو غلطت في هذا الرجل أو نسيت هذا الرجل المحترى علينا أن يكون لنا نموذج في السحرة في القرى في المدن نعود إلى السمة المصري النموذج هذا بيئي يصدع يخفف من الحاجة إلى الأحمال التكيفية والكهربائية والإضاءة وما إلى ذلك يراعي اشتراطات بيئية حالية لم تكن موجودة حينما حينما أصدر حينما وضع هذه المنظومة في السماء المصريون ومهندسيهم معماريين مدني تخص كهرباء لا لا مبدعون في هذا المجال حتى العمال الفنيين في هذا المجال هم مبدعون لماذا لا يكون لنا هذا النموذج أطلاق تجد هذا البيت أبيض وهذا أحمر وهذا أصفر وهذا ما يسميناه بالتلوص البصري علينا أن نكف عن هذا علينا أن نحدد الارتفاعات قد ليس هناك قائد معه مفتاح يفتح ويعمل تنمية تعديل لا لا كل هذا سيتم وفقا لبرامج فعلية توضع وتنفذ الآن في مصرنا الحبيبة يربط العلم بالعمل وهذا ما يسعدني كأكاديم متخصص في هذا المجال لذلك علينا تحديد الارتفاعات أأمل من القانون أن يحدد الارتفاعات أن يحدد الوضع وهذا ليس عيب قد يعهد إلى كل مدينة أو محافظة بدراسة وضعها وما إلى ذلك وتحدد ويعرض الأمر إلا أننا في النهاية نستقر على ارتفاع المحدد بالقرب من المطارات الارتفاع كذا بعيدا عن الارتفاع كذا علينا أن نتوسع في الانتشار الأفقي مصرنا الآن امتدت الطرق والكبال والانفرسترقشن وما يدعونه البنية الأساسية وهنا أطلب من البعض لا داعي للبنية التحتية البنية الآن أصبحت أساسية البنية تحتية تحت الأرض وفوق الأرض منوريل وما إلى ذلك البنية تغيرت كثيرا أصبحت تستوعب هذا التوسع الأفقي كي نحارب كي نحارب الصغرات الموجودة في حدودنا وهذا الإرهاب القادم من الخارج والداخل وفي إطار التنمية المستدامة التي قدمتها مصرنا الحبيبة كحل لمشكلة الإرهاب مصرنا لم تحارب الإرهاب فقط بالبندقية والدبابة لا جعلت لكل شيء ونسب لكنها قدمت للعالم نموذج نموذج لمحاربة الإرهاب عبر التنمية المستدامة عبر مشروع زي حياة كريمة التي أطلق عليه حياة كريمة للجميع في حياة كريمة أتمنى البناء الجديد أن يكون وفقا بهذه الاشتراطات التي أشرت إليها حضرتك في هذه الأمور في النهاية دكتور مدحة تكون عايزين نتكلم ما حضرتك أكثر ولكن الوقت خلاص دكتور مدحة الصالح أستاذ الإدارة والتنمية المستدامة شرفتنا ويوم سعيد عليك يا رب تحية واحتراب لحضرتك جميعا شكرا كده مشاهدين الكرام نكون وصلنا لختام حلقتنا النهاردة بكرة إن شاء الله نوضعات جديدة حتى ذلك الحين تقبلوا تحياتنا وإلى اللقاء موسيقى